افتتاح لامع لجالوري فنية جديدة في مومباي والحاضرون هم من النخبة في عالم الفن والمجتمع إلا أن جالوري بي أم بي الجديدة تخالف الأوضاع العالمية من حيث الركود الذي يضرب الأسواق والإقفال الذي يطال المعارضة الفنية لهبوط أسعار اللوحات ليس وقتا رائعا لنبدأ لكن الفن يولد دوما أو يخلق خلال أوقات الركود وهذا الجالوري أيضا يفتتح في حقبة من الركود معظم المنشآت والصور الفوتوغرافية والفيديوهات والتمثيل لم طارت في الهند من قبل وبالنسبة للفنانين الأساسيين في بومباي المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض أعمالهم في وطنهم جنبا إلى جنب مع أسماء لامعة كالإخوة شابمن من بريطانيا الجالوري لديها 6 إلى 8 عروض مقررة كل عام والمسؤول عن تنظيم الجالوري يشبهها بالعبة لكركت ويأمل أن يجذب المعرض أفضل المواهب حول العالم كما قال بوز الفنانون دائما يعملون بالرغم من الركود فلما لا تفتتح جالوري فنية خلال فترة كهذه أنا أوافقه في هذه النظرة وبغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلاد وما يحصل الآن في الهند أعتقد أن افتتاح الجالوري نوع من المجاملة في نظرة قريبة إلى واقع الفن العالمي اليوم يقول الخبراء أنهم شهدوا تدهورا بنسبة 60 إلى 80% في قيمة الفن المعاصر حول العالم هذا العام عشاق هذا الفن يمولون معارض جديدة في الهند أملين في جعل الجمهور يتعرف إلى إنتاجه ورفع مستواه إلى المصاف العالمية هناك العديد من جامعي القطع الفنية يريدون بناء متاحفة في دالهي وفي مومباي خلال السنوات الخمس المقبلة سنشهد سوقا مختلفا تماما رجال الأعمال المشاركين في هذه الجالوري يأملون أن تخلق نزع جديدة حول المشهد الفني في الهند ترجمة نانسي قنقاش